اشتركوا في القناة وانت وفايته قالوليك انت بعد ما شفتيا قالوليك في فارة ممكن تنقض من اجريك ممكن ما تجل بديكي بس في فارة وانت عندك مشكلة مع الفران مشكلة كبيرة يعني اوكي تفضلي مي جنويا مي جنويا مي جنا قال يا روح روحي وسلمي عحبابنا ويا روحي روحي سلمي عحبابنا ألغصونك يا أرزم يوم مالو تحدو الكون بكنوز ومالو ألغصونك يا أرزم يوم مالو تحدو الكون بكنوز ومالو مالو لأن الاسم لبنان حتى يضل مالو سوى الإيمان وزنود الشباب يا والي يا والي يا والي يا والي يا والي قالوا عمير جف قلبي يا أمي ومني برداني الليل نهار بحس بدمي نروش علاني لايقى مغرومي يا أمي لايقى مغرومي يا أمي لايقى مغرومي يا أمي ومني عرفانان وبمشي بحس بجسمي طاير بنسى بمدرستي مريولي ما علمت فهمت شو صاير رفقاتي بصفية لولي بيّن بعيونيك بيّن بعيونيك بيّن بعيونيك بيّن بشايري بيّن بعيونيك بيّن بعيونيك بيّن بشايري بشايري كل عشاني مع جلّة بلا فارة عميرجو في قلبي عميرجو في قلبي يا أمي بمشي بحس بجسمي طاير بنسى بمدرستي مريولي ما علمتي فهمت شو صاير رفقاتي بصفية لولي بيّن بعيونيك 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 شكراً شانتال شكراً حبيت ستيل شانتال اليوم اللي أعطيتنا بالغنية غير عن اللي عم نسمعه منا إيوجوري إن كان بالأفال أو بالبرايم والحلوه إنه جبارتنا نسمعها اللي عم بتغني منيح لعبة الأفال لكن صوتها أبداً ما تأثر أبداً ما زيح من محلوس وهذا الشيء يعني كتير منيح وكتير إيجابي ولكن شغلة واحدة لازم كتير تنتبه لها شانتال هي أفليتها مش عم بيكونوا سيبتين بدون ركوز أكتر وبدون سيبار أكتر وهذا الشيء أكيد نرح ينشغل خلال الصفوف وإن شاء الله بنشوفه أحسن مرة الجيه أنا فجأتني شانتال هايول مرة بسمعها بهاللون حلو كتير لبقلة وريحتني يعني المشاهد اللي عم بيسمع كمان بمبسط هيو عم بتغني في شغلة كتير مهضومة صارت معها عم تطلع بالفارغ عم تقول كلمة غصون قالتها بيرعب يعني مزبوط متل ما طلبت منها هلأ في شغل عن نوطات العالين هولي هيدا غير موضوع وبس منه أنا شخصيا بحق بشوف إنه هيدا أحلى مرور لشانتال من أول ما بلشنا لليوم من كان بالإفال ومن كان بالبراين هلأ شفنا شانتال أنا هيد بحس هلأ شفتها هلأ سمعت صوتها هلأ عرفت إنه عندها إمكانيات هلأ شفت إنه هي بتصالحة شوي مع حالة أكتر مهضومة لذيذة حضور شكل كلها عبعضة اليوم بلشت شانتال أنا بحس مزبوط ودعسيت بأول خطوة وإن شاء الله بتكون إن شاء الله كل مرة تتقدم هالقد لأن ساعتها بتوصل لمطارح كتير عالية لذيذة كتير شانتال وفعلاً أول مرة هيك بستلز هالقد اسمعه يعني هيك فرشتنا شي شديد ولأنه حبيت مرورة يعني بحب علق وصلح له أكتر هيدا الإفاليا اللي كان ممكن يكون كتير لذيذ لأنه فكرة الفارة مهضومة وبلشت تلعب بس لأنه ما عرفت كيف تنوع وتلون بالإكسبرسيونات تبعوله وبالخوف طبعه حسينا أنه عم تعمل نفس الحركات كل الوقت ومشان هيك طلبت منه أنه خلص ماتت الفارة كان بيحمل أكتر يعني توقعت حتى تأخذ الكرسي وتطلع عليه بالآخر أنه تتخلص من هالقصة كان بيحمل تلوين أكتر بالنسبة للرعب خاصة أنه كان فيه ثبات بصوته حبيت الثبات رغم لعبة الخوف والعشق كان بده بعض إموسيون أكتر كان بعد بده العشق كان بده بعض عشق أكتر ولكن يعني مثل ما بيقولوا شانطال موضوع قابل أنك ينشغل عليه تنبسي تشتغلي لأنه هي كمان عنده هيدا هيك الشغف بتحسيها بده توصل حسيت اليوم عنده ثقة بحالة أكتر من هيدك المرة وعم تربح شوي وشوي ثقة وقت الشمعة الماضية علاقت على الإيفال قلت أنه مش هيدا هو ستيل طبع شانطال شانطال لازم تعرف تفتش أكتر عن نوعي اللي بيلبق له بتخيل اليوم شانطال فتشت ولاقت النوع اللي بيلبق له لأنه صوتها بيّن هوني أحصى من غير مطارح يعني نقاط الضعف اللي بالصوت بيّنت أقل لأنه عرفت اختارت حبيت اليوم مرور شانطال بهيدا النوع بس أكيد هيدا نوع قصوصي وقتها غنت الميجانا هيدا النوع بده شغل أكتر وبده تعرف تكون متماكنة أكتر وبده تعرف وين ترسب العرب مش متل التيارة المش هن تعرف وين تغط يعني في عنده كطابع صوت وكخامة صوت بيلبق له هيدا النوع مع الشغل على التفاصيل شفتها كتير أحلى من قبل إن شاء الله تكفتها تقدر تتطور أكتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر